سيادة وسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من نظر بلد محوران حديث ليلة في الأول نناقش المخالفات الغيابية في الثاني نناقش حول وباء جديد والحديث هنا عن بيروس النيل في الأول شكاوة عديدة حول مخالفات غيابية ترصد على المركبات هل تم تفعيل كاميرات لمواجهة قانون السير الجديد لماذا لا يتم تفعيل بند الاعتراض على المخالفات الغيابية قانونيتها هل وجدت في قانون السير أصلا تفاصيل نقشها ليلة مع ضيوف أحمد الوراورة الخبير في إدارة السير أهل بك يا سيدي أهلا وسلم حضورك أنا أرحب دكتور عدان الخشاشني المحام المتخصص مسأخي دكتور عدان أهلا وسلم أهلا وسلم فيك يا سيدي أهلا سيد أحمد أبدأ معك وأنا لأنه في جدل كبير على موضوع المخالفات الغيابية أريد أن أسمع وجهة نظرك بعموم حول هذه المخالفات أولا نعم أسعد الله مساءك ومساء السادة المشاهدين جميعا بخصوص المخالفات الغيابية بقانون السير المعدل والقديم حتى من بداية قوانين السير اللي تم وضعها في المملكة الأردنية الهاشمية لا يوجد ما هو غيابي وما هو حضوري معظم المخالفات الحضورية بتتم بعد ما يقع الحادث المروري بتتم تحرير المخالفات وبعض المخالفات الأخرى حضورية بتكون لا السائق اللي ارتكب المخالفة لكن لا يوجد في قانون السير ما يمنع من تحرير المخالف غيابيا وحتى في تعديلات ولا يوجد ما يسمح جاوبك أنا بالطريقة الأخرى فيما يسمح بتحرير المخالف غيابيا ما يسمح نعم هو الأصل الإباحة أنه مدام أنه ما فيه ما يمنع هي مسموح أو لازمة أصلا فهو اللي لازمة لازمة طبعا فيه مخالفات كثيرة جدا لا يستطيع ضبطها حضوريا لا يستطيع زي؟ أعطيك مثال عليها مخالفات المسارك مخالفات قواعد أولويات المروف من الصعب جدا أنك تضبطها وتحط رقيب سير في كل مكان مخالفات عدم ترك مسافة أمان وهذه بتشكل حوالي نصف أسباب الحوادث للمناسبة في الأردن بس سيادة ما سمحني شوان المخالفات اللي بتيجي كلها تليفونات وحزام أمان الآن حزام الأمان أيضا من الصعب جدا أنك أنت تضبط مخالفة حضورية راح تكون الأعداد بسيطة جدا في تقنيات حديثة موجودة ومعمول فيها بدول عربية مجاورة عنها بتضبط مخالفة حزام الأمان ومخالفة استخدام الهاتف النقال إلكترونيا ما فيه داعي أنه يكون فيه شرطي لأنه أنت بتتحدث الآن عن 2 مليون أنت ما تقول اليوم أن المخالفات الغيابية قانونا صحيحة قانونا صحيحة وأنا بدي أعطيك تقريبا في نص المادة 44 في التعديلات الأخيرة أي نص؟ المادة 44 المادة 44 نعم بتتكلم عن أن الصور التي يتم التقاطها للمركبات المخالفة إذا كانت ظاهر فيها رقم المركبة ووقت وقوع ومكانها فهي تعتبر حجة في القضاء ويمكن أخي طيب أسمع منك كتور عدن نعم يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم بدي أسمع منك قانونة أول إشي بدي أسمع البندر قانوني بيقول أنا بدي أفهم بس والناس بتفهم نعم يا حق لبدون صورة كمان السؤال بصورة أو بدون صورة أي حق لرقيب السير أو الكاميرا أو أي أن كان أن يلتقط مخالفة ويثبتها دون حق للاعتراض نعم بسيدي بسم الله الرحمن الرحيم أول إشي مساء الخير للمشاهدين مساء الخير لكم جميعا الأصل في أي مخالفة أن تكون وجهية الأصل أن تكون وجهية أما المخالفات الغيابية فهي جوازية واستثنائية لأن الأصل أن يضبط المخالفة الجريمة والأصل أن يضبط الفاعل أو المجرم لا سمح الله متلبسا بفعله القانون قانون السير ما حدد إجراءات تنظيمية بخصوص آلية ضبط المخالفات الغيابية وتركها المشرع لقانون أصول المحاكمات الجزائية القانون الذي ينظم إجراءات تتبع الجريمة أو الجنحة أو المخالفة أي أن كانت سواء كانت وجهية أو غيابية بالنسبة للغيابية يجب أن يتم عمل ضبط في مخالفة الشخص أو المركبة التي ارتكبت المخالفة كيف؟ وهذا الضبط يجب أن يكون منظم من خلال ورقة إجراء ورقي مكتوب يوقع عليه شخص شاهد بالعيان المخالفة التي تمت هناك مخالفات تشاهد بالعيان من قبل رقيب السير مباشرة وهناك مشاهدات تتم من خلال آلية يعني مثل الكاميرات الآلية مثل أي إجراء آلي وضع لهذه الغاية من خلال رقابة آلية زي ما بنسميها بقانون السير لكن هذه الكاميرات لا تقوم بتنظيم ضبط هي مجرد أن تصدر صورة فيها يجب أن تراجع من قبل رقيب سير أو ضابط سير مختص ويجب أن ينظم فيها ضبط مشاهدة وأن يسل للمحكمة المختصة يعني المخالفة الغيابية بدون صورة ولا إيش هذا أهمها مرفوضة أبداً هاي مجدليل قانوني المخالفة القانونية يجب أن تكون مشاهدة من قبل رقيب السير المختص مباشرة وأن يضبط الحال يعني شاهدني ما أتكلم بالهاتف القلوي وما وقفت وجاهي يتبلغني الأصل يعمل فيه ضبط الضبط مكتوب يحرر فيه رقب المركبة ومشاريته عن الشخص ذكر أم أنثى كبير أم صغير لأنه بالعادة المركبة قد يستخدمها أحد أفراد الأسرة أو أصدقائك أو أخوانك مجرد ما قام بتنظيم ورقة الضبط ورقة الضبط يجب أن يوقع عليها الشخص الذي قام بتنظيمها الشخص الذي يقوم بتنظيمها يجب أن يكون هو من شاهد بعينه المخالفة ولا يجوز أن يمررها لغيره يعني بكون واقف فون أنا على إشارة ضوئية بشاهد سين قطع الإشارة الضوئية حمراء باجي بمرر له رقب المركبة بيجي الشخص الآخر بنظيم فيها مخالفة هاي مخالفة للقانون قانون رسوله عن المحكمة الجزائية المواد 150 و 151 بالذات وإذا وصلت المحكمة ووقعت بين يدي القضاء العادل لنزيه كما نعرف يعني يعني يعلن عدم مسؤولية السائق أو برأة عنها هاي كخلفة الصور أنا المادة اللي أشرت إلها أخي محمد مادة 44 مادة 44 إذا بتطلع عليها بتقولك أنه الصورة صورة المركبة إذا كان فيها الوقت ورقم المركبة والمكان تعتبر حجة وهي بتسد محل الضبط أنت تكلمت عن شروط الضبط الضبط يجب أن يكون الشخص اللي ضبطها في وظيفته الرسمية ويبين فيها الوقت والزمان والمواصفات جميعها هذه هذا الآن بقانون السير الجديد المعدل صارت كلياتها على الكاميرات الكاميرات تأخذ الصورة لكن السؤال اللي يطرح نفسه واللي طرح الأخ محمد أنه الاعتراب لأنه سؤالي قبل إحنا قلنا أنا غيابي أحطولي مخالفة نعم صحيح؟ قانوني أنت بيقول لي قانوني نعم الدكتور عدنان بيقول لك لا في شروط لقانونية هذه المخالفة يجب أن تكون مضبوطة صحيح صحيح وفيها ورقة وصورة نعم أو توقيع لشاهد على ما شاهد عدن نعم صحيح لشخص بشري لعنصر بشري حطفتك بس خلينا أوضح المادة 44 المادة 44 جاءت لتغطية الرقابة الآلية نعم الرقابة الآلية بتكون على أحد نوعين مثل ما بتعرف هي تعتبر البيانات وأوراق ضبطي المحررة في مخالفات السير حجة بموردة فيها من وقائع ما لم يثبت عقس ذلك ماشي أوراق الضبط وتعتبر البيانات وأوراق الضبط المحررة نعم تعتبر البيانات والصور الصادر عن أجهزة الرقابة المرورية والوسائل الإلكترونية بيّنة فنية مقبولة في الإجراءات القضائية وإذا كانت الصورة تحتوي على رقم لوحة المركبة وما كان ركّة موجودها أو وقت ارتكاب المخالفة ما لم يثبت عكس ذلك طيب سيدي طيب الصورة فاضية ما فيه مخالف بس المادة 44 ألف وباء يجب أن يقرآن معا ولا يمكن فصل ألف عن باء جميل والمادة 44 ولدت بقانون السير وهو قانون خاص ولكن الشريعة العامة في الضبوطات المادة 150 و 151 من قانون أصول المحاكمة الجزائية المادة 44 تأهل مشرع وأوجدها في التعديل الأخير لسببين السبب الأول أنه الرقابة الآلية التي وضعت خاصة مع الحداثة في الكاميرات وفي الأجهزة التصويرية لا يمكن والكاميرات الأمنية لا يمكن وضع شرطي أو ضابط سير على كل كاميرا صحيح لذلك الكاميرا تدار على مدار 24 ساعة تقوم بالتصوير ليلة ونهارا تفرغ ما فيها يراجع من قبل عنصر بشري في إدارة السير هسأحيانا بعض المخالفات مثلا بعض سيارات النجدة وسيارات الإسعاف وسيارات مثلا المواكب الرسمية لا يتم مخالفتها إذا تركنا الأمر على الغارب فإن الرقابة الآلية الكاميرا التي تصدر صورة ستقوم بمخالفتها وستر سل الجات الرسمية لذلك كل الكاميرات يجب أن تراجع الصور من قبل عنصر بشري عنصر البشري يقدر أن هذه المخالفة صحيحة أو لا هسأ في بعض الصور قد يكون عليها إشكالية هم يقومون بحلها أو الاجتهاد في حلها القانون منع الاعتراض على المخالفات منع بشكل عام كيف أنا بقول لك أنا اليوم أنت أعطتني مخالفة غيابية أنا بقول لك أنا ما تعترض عليها نعم منع الاعتراض سيدي الاعتراض اللي الآن نلغى بالقانون هو ما نلغى هو على صحة المخالفة هل هي صحيحة أم لا نعم أما زي أول كانت تخفض قيمة المخالفة كانت المخالفة مثلا 100 دينار نعم يحاكم على مثلا أسبوع نعم سجن وتستبدل بغرامة بدفع 20 دينار بدل المئة ويطلع على العقوبة قسنا هذا على العقوبة نعم كان يعترض على العقوبة وليس على المخالفة نعم قيمتها تخفض الآن ما في تخفيض بده حتى إذا حول السجن لغرامة بده يلتزم بالحد الأدنى القاضي لما يحكم بده تكون الحد الأدنى اللي ورد في الغرامة سيدي هي على كل حوال المادة 32 من قانون السير أعطت القانون نفسه أو المشرع أعطى القانون صلاحية أو رجال الضابط العدلية أو رجال السير أو محاكم البلديات ومحكمة أمان للعمان الكبرى أعطتهم الحق مباشرة في أن يقوموا بالحكم على المتسبب المخالفة بالحد الأدنى للمخالفة ماشي ماشي أنا مش مشكلتي قيمتي المخالفة نعم أنا مشكلتي كيف أنت بتلقطني وبتخالفني صح؟ نعم أنا مشكلتي يوم الناس ضد ضاجة من أننا نحصل على مخالفات كثيرة غيابية لا بنعرف كيف تخالفنا ولا ما تتخالفنا ولا نتخالفنا بهذا التليفون بيجي رسالة صح؟ صحيح إني أنا متخالف خمسين ليرا ولا ميت ليرا ولا ميت ليرا صح؟ يا سيدي والمواطن على الاحتلام مش وعي إحنا ليس دفاعا عن قانون السير بس دفاعا عن أفراد السير برضو لأنهم من أنوا فينا المواطن بالعادي سيدي المواطن بالعادي بصراحة وأنا أحدهم بيكون سايق وسارح وروح وبعد خمس دقائق أو عشر دقائق تيجي المخالفة وحيانا بعد يومين وثلاث لما نفرغوا الكاميرا بصير يتفطن وين راحوا يعني إحنا ما بنقول أنه كل المخالفات الغيابية لا بقول كلها أنا بقول كمعيتها يعني لا سبح الله عليها بايز إخلاف إحنا نميز بين شغلتين شغلة الضبط المروري اللي هو عن طريق قانون السير من قبل رجال السير اللي هم منفذين ومن قبل القانون الآن من الذي يمنع موضوع الاعتراض هذا حق هذا حق دستوري طيب مين منعه الآن اللي بيسير بدك تعترض على المخالفة بحقه لك إياها بعد ما يسير الترخيص تبعك شهرين ثلاثة والله في ست أشهر نعم شو استفاد منها الجهاز الجهاز آليا الأصل 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 أنه إذا بده يعترض يعترض لكن إذا بده يطعن يطعن في صحة المخالفة من عدمها ليس في تنزيق قيمتها أنا خلي أحكي معك بواقعية معلش خلينا أحكي عن المشاهدات اليوم أنت في مخالفات بتلاقيها نازلة عليك وتكون بأداب ومش فيه اعتراض عدم اعتراض ممنوع الاعتراض كيف سمعني أعترض نعم ليش في بعض المخالفات ما بتقدر تعترض عنها ليش سيدي هي المادة المادة اللي أوجرت عدم الاعتراض على المخالفات مادة غير دستورية بصراحة بها وإن تناولها أحد الأشخاص أو المحكمة حولتها من ذاتها أو تناولها مجلس الأعيان أو مجلس النواب وهم أصحاب الصلاحية نعم فقط بتطعم بدستورية المادة ستصدر المحكمة الدستورية الموقرة قراراً بإعلان دستورية لأن الأصل الأصل أحياناً ممكن سيدي يعني كثير من ممكن تكون السيارة اللي راكبها أنت وتخالفت واحد استعمل لوحة أرقام مزور عنك وإيجاك مخالفة جسيمة ممكن تكون قطع إشارة ضوئية حصلت كثير آه وحصلت ناخب بصراحة لذلك يعني عدم الاعتراض أو عدم السماح بالاعتراض أمر غير دستوري وغير قانوني بصراحة فتحولنا زملاء الكرام لكن سيدي الجارة فيه أن المحاكم تقبل الاعتراض ببعض الأحيان لكن الآن صارت لأجراءات مطولة ومعقد لبعض الشيء بدي أشوف زملاء الكرام سمحتوا مباشرة يعني نفتح على الهواء مباشرة إن تكرمتم على مخالفات سير والتي يقبل على الاعتراض ولا يقبل على الاعتراض وبعضها بيقول لك هاي مصورة ولا يقبل على الاعتراض تفتحها الصورة ما شوفش بالصورة ما شوفش نعم طيب كيف هاي أنا أنا فاهمني كيف من ناحية قانونية ودستورية زي ما تفضل الدكتور هذا لا يجوز الأصل إنه فيه إلو حق اعتراض نعم وهذا معمول فيه بكل العالم أعطونا الصورة زملاء الكرام بالله يا أمريكا إذا الشرطي ما حضر على الجلسة تسقط مباشرة هاي مخالفة كاميرا دار مصورة هاي وآمننا بالله صح صح هي مصورة اللي اعتراض عليها لا يسمم وليغين ينجوع أعطونا استخدام الهاتف ممنوع تعترض عليها حطوا صورة عليها هاي مخالفة الثالث مشيك افتحنا الصورة يا رحمد هاي الصورة شو هاي رصيف الاسفل هاي مصور الاسفل طب إنت مصور الاسفل تقولي أما استخدم تليفون حتى إذا سمحت حتى البندل الأول لازم يعترض عليه لأنه بجوز مش هو السائق اللي بسوه في سائق آخر كان فيها سيحي على المركبة ممنوع حتى الأول المركبة سيحي يا زعيم يا أسر أنا بقول لك اليوم الموجود أمامي الآن اليوم الأردنيين بضجوا قاعدين من مخالفات غيابية صح صحيح وقيمتها خمسين دينار مش بقول لك على خمس دارات حتى لو قيمتها خمس دنيا ونحن لم نقل شيئا في موضوع تشديد المخالفات قلنا شديدوا القيم كما تشاءوا صحيح لأن هذا أمر يضبط الأصل صحيح يضبط الحوادث صحيح هذا سؤال مهم اليوم فيه ضبط ولا فيش ضبط فيه بنحكي فيه بس أنا بس أنا هاي صورة مخالفة صح صحيح رجعوا لي على الصورة بالله هذا الصورة مفتوحة هم بقول لك هاي صورة المخالفة بتاعتك الصورة بتقول زفته كيف أنت مخالف الزفتة بخمس دينارات أنا شو تخلني لا نبين رقم السيارة صح نعم ولا نبين السيارة ولا نبين الهاتف النقال ولا نبين ايش هاي مخالفة خمس دينار ايش خلفت الزفتة وسخة والله بس أرسوا الجد يعني هاي أخطاء الرقابة الآلية سيدي الرقابة الآلية علمياً هي بتعطي صورة وبتعطي تنبيه أنه هون فيه باستخدم هاتف خلوي ممكن تكون الشاشة نازلة للأسفل وصورة هذا بس هاي أمر مش قانوني بصراحة لأنه من حقي كموافر سيدي أنا هاي ممنوع ترض عليها بدفعها خمسين لرغس من عني لا الأسول أنك تعترض عليها كيف تعترض عليها؟ ممنوع اعتراض بصراحة ما فيه اعتراض هذا اللي احنا بنتكلم فيه هذا شيء يجب إعادة النظر فيه ودراسة من كافة الجوانب سيدي هاي أنت هون ببين معك أنا اليوم ببين معي على موقع عمالة عمان لما أدور على السيارة في مخالفات السير بقدر أميز أنا بقدر أعترضه ومقدر شاتر هاي ماش قادر أعترضه هاي منوع اعتراض فيها والصورة موجودة والصورة غير واضحة وغير صحيحة وغير دقيقة بخير في اسفل يعني أنا كل أردنية ومصورنا اسفلت ولبسناه برقم سيارة وفي منها كثير يعني مش حالة فريدة ترى أو نادرة تتكرر كثير الحالات طيب إيش يا هذه سيدي لا تحل إلا بالتنسيق ما بين إدارة السير في مدرية الأمن العام وما بين الجهات المعنية الدعاء العام والمحاكم المختصة يجب التنسيق زي ما تفضل الدكتور أنه لما تجي الصورة عنده في عنصر بشري مؤهل ينظر بالصور هاي مع أمانة عمان في عمان هنا بنظر إنه هاي المخالفة صحيحة ولا غير صحيحة إذا صحيحة يمررها مش صحيحة تشطب من عنده يعني أثناء عملنا في الخدمة صور زي هاي ما كانت تقطع أبدا أنا معك أنا اليوم يقول لي هذا المواطن شو يزوي هذا مواطن هذا مواطن هذا مواطن أردني ودخله بسيط جدا بعثنا المخالفات وقال يا أخوان بدأت عرض هذه المخالفة هذا يتوجه للقضاء الآن لأنها طلعت من الأمن العام هي الآن بدرجة المحكمة بدرجة المحكمة إذا في الأمانة أو البلديات ويقدم لبيناتها وينظر فيها وأعتقد إذا كانت تشطب يا سيدي المحاكم المحاكم استثناء تنظر في هذه الأحوال ويجب أن تنظر في هذه الأحوال بصراحة لأنه من الظلم أن يحاسب شخص عن مخالفة لم يرتكبها ومن الظلم أيضا حتى لو كانت قيمة خمس دنيا بصراحة أن يدفع مواطن قيمة مخالفة لم ترتكب أو لا يوجد تثبات لا يوجد خمس ديارات أصلا أقل وعشر دنيا طيب بعدين أنت الآن في نقطة اللي هي عندك نظام النقاط الآن هذا بدأت يترتب عليه أنه يصير عليه نقاط وسحبه خاص خلو وحجز مركبات وإلى آخر فيجب أنه يكون فيه آلية تدرس بشكل دقيق ويتم النظر في هذه الأمور حتى ما تتكرر وبلد تسير لأنه زي ما تفضل كمان أخي الدكتور أن كثير من المخالفات كانوا يستخدموا لوحات مزورة ويتم ضبطها من قبل رجال أمن العام ورجال السير هذا يقول لك أنا ما شو ذنبي أنا طال علي مخالفات في إربد وأنا سكان الطفيل كيف طال علي هاي بكون مستخدم لوحة أرقام أو لاصق مزورة أو لاصق بغيره أنت اليوم في القانون بقول لك ممنوع يتروح تحترض على المحكمة نعم محكمة أمانة عمام بك تأخذ موعد من موقع الإلكتروني تبع الأمانة تحط المخالفات التي تحترض عليها وتروح تحترض عليها نعم فأنا ما بطالع يروح على الأمانة كله قلي نعم إلا إذا كنت يعني إش تقبلت من قبل يعني طب وما استقبلوني يا سيدي ما استقبلت لا ولا بتروح عليك أنت تتعامل مع الجهاز يعني راحت علي لا سيدي لماذا ممكن يروح على النائب العام هذه كالساعة يقدم للنائب العام هو مرجعية مدهع عام محكمة الأمانة يروح على النائب العام وبيعترض عليها وينظر فيها وتسقط المخالفة زي هاي والله أحمد بيك أنت اللي بتحكي وينقضيها في المحاكم لا هي إذا سمحت لي هي بجوز تكون حالة واحدة أو حالتين بعدين تحل المشكلة للجميع لفترة معينة حتى تظهر ظاهرة شو القصة زايدة ليش القصة لها شهر زايدة بأمان ليش هذا الشهر إحنا بلشنا نسمع عن الغيابة أنا بحكي لك السبب أنه بدأ يزيد الغيابة لأنه السنة الماضية إذا تتذكر بشهر أربعة وخمسة وبداية ستة كانت في حوادث مأساوية فيها وفيات كثيرة جدا والإحصائيات أنا عملت تحليل لآخر أربعة أشهر من الثنين وعشرين وآخر أربعة أشهر من الثلاثة وعشرين بعدما صدرت إحصائية مديرية الأمن العام في عندنا نوع من الثبات في الإصابات والوفيات التي ناتجها وهذا دليل على أنه في تراجع بالمخالفات الخطرة أيضا أيضا من خلال التحليل تبين إلي أنه 96.2 بالعشرة بالمئة بسبب العامل الإنساني السائق والراكب طيب كانت هاي ثمانية وتسعين فهذا دليل أنه في تشريع أعطت أنا بقول لك أيضا في توجيه بالحملات بشأن نكون إحنا منطقيين عالة إدارة السير سيدي والأجهزة الأمنية بتوجه بحملات مثل ما بتعرف عطوفتك ببداية الشتاء وبداية الصيف ليش بداية الصيف لا بس هاي حملات المعلنة عاملين حملة حزام الأمان شهر زمان سيدي ما ماشي ما في رقابة آلية متحركة برضه لا فيش حملات أنا بسأل يا عدنبي اسمحوا لي يا أخون أنا بقول لكم إله شهرين إله أمور زيدة لأنه فيه توجيه على ضبط بأمانة فيه توجيه سيدي من الإدارات المعنية بالسير بالمرور بالدروية الخارجية على ضبط المخالفات المتحركة بأمانة كمان وإحنا مغاطنين ونشوف وبنعلن وقبل عدة أيام أعلن أنه هناك في حمله على المخالفات الغيابية بالذات المتحركة آليا مخالفات استخدام الخلوي وعدم استخدام حزام الأمان والسرعة الزائدة والتجاوز الخاطر يعني لما بصير حملة سيدي بصير رقابة أكثر لما بحط بشارع الأردن عشر مركبات أو خمس مركبات تتراقب آليا بحصل لي كل يوم خمسمائة ألف خمسمائة لألف مخالفة على الأقل بس لما تكون شاشة واحدة فقط كل الناس التي تعرفوها مجوز ولا مخالفة تجي يعني مع وجود الحملات بكثر المخالفة الحملات الصحيح الآن يعني في حملات بطلت تعرض هي بطلت حملاتها صارت على مدار السنة لأنه إحنا يعني وصلنا لخطوط حمراء يعني إحنا بالألفين خلال عشر سنوات الماضي بديش حكي ثلاثة عشرين عشر سنوات الماضي ست آلاف وخمسمائة قتيل اللي توفوا عندنا بسبب الحواثم المرورية نسي دعسل السؤال 170 ألف طبعا نسي دعسل السؤال ثاني الشهرين الماضيات نزلوا الحوادث الحوادث حسب مدرية الأمن العام انخفضت وزادت الشهرين الماضيات نعم نعم مقارنة مع الشهرين اللي بالسنة الماضية انخفضت 4 و 5 و 6 الوفية نعم انخفضت عن السنة الماضية السنة الماضية أنا لو كان جبت لك الإحصائيين تسمعنا كم من حدث هذه الأسبوعين أنا ما تابعت الأسبوعين زمن السنة الماضية كان فيه عندنا بشهر 5 إذا ما خانتنا الذاكرة 60 وفا السنة هاي أقل 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 بكثير ما وصلت وهذه من المخالفات المخالفات الزفت رجلناها لا أنا ما لا أتحدث عن الزفت هل أنت بتحكي عن ما لا علاقة بالحادث لا بجمع من إش حادثه يعني أنت تتكلم عن مخالفة من ملايين المخالفات ترى بالمناسبة نعم ملايين المخالفات وفي عنا مخالفات اللي هي اللي بتأثر مخالفات الخطرة اللي هي إحنا كلياتنا معها مخالفات خطرة لكن إحنا مع أنه يتم الاعتراض والمواطن يأخذ حقه أنا حتى يفهم كلامي نعم اللي مخالف خالفه صحيح ولا حدا بقدر في الأردن اليوم يقول لك ما نخالف ولا نعم وإحنا مع المخالفات جديدة أمان وأمن المواطن أهم منك وش أمن الطرقات نعم يا سيدي بس أنا بدي المواطن يأخذ حقه أنا مخالف خالفني صحيح عندما يثبت يثبت علي خلص خالفني وإنت عندك نقاطك وعندك إجراءاتك وليوم عشان متفق أنا وياك كمان لا في وسطة ولا في محسوبية ما في أتحدى اليوم راحت صح بس أعطيني فرصة للإعتراض أعطيني فرصة للمراجعة أعطيني فرصة أنا أقول لك هاي المخالفة أكلتها ما أكلتها شيخ أنا أنا بأيد هذا الكلام مئة بالمئة وهذا لا يتم إلا من خلال التنسيق بين المعنيين لإعطاء المواطن للفرصة يا سيد في ناس كانت تمشي في الشارع توكل أول مخالفة ما تغيب بعشر دقائق ويهي ماشي في الشارع ممكن توكل مخالفة الثاني سيد استمرارية المخالفة الدكتور بعرف أنه هي قانونيا هي مخالفة واحدة يعني بتظل استمرارية لكن إحنا مع أنه يكون في اعتراض للمواطن وإذا في عنده بيّنة يظهرها ويتبرأ عليها لأنه ما بيصير أنه يلحق أمور كثيرة على مخالفة مش هو مرتكدة طيب دكتور عدنان في البعض بيقول لك ما بعد العفو العام جاءت زاد التجديد على المخالفات صحيح والله أنا بصراحة بعد العفو العام صار هناك مزيد من الرقابة على المخالفات صحيح وكثرة المخالفات الغيابية وأنا بشوف خاصة مثلا في منطقة البلفارد الوقوف 15 دقيقة وصارت معي والله وقفت أقل من 10 دقائق مشان أشتري باكيت حلو من عن زلاطيم وبدأ زور مريض بجوز كل يعني فوت يعني على المحل وخروج 10 دقائق لقيت مخالفة أنه أنت وقفت أكثر من 30 دقيقة حكيت معطوفة مدير السير والله أنا بحييهم الرجال للسير فإيجا رقيب السير والله بقول لي أنا عينت لك على الساعة أنت غيبت 31 دقيقة وخلفتها قلت لهذا إجراء مش قانوني والأصل يكون فيه مرابط أو ساعات أنت بتنبه لحالك أنت بتربطها عبدت وأما أنت يعني ساعتك أنا بثقش بساعتك مع الاعتراض أنا بثق بساعتي أنا بثق بنفسي يعني هاي أحد وحتى يعني عطوفة مدير السير قال لي تعالوا اعترضوا إلى أخري وأنا والله لقيت المخالفة 15 دينار ما تستاهل أنا وباقي المواطنين ترى ممكن يشعروا بشعوري أنه مخالفة 10 دنين أو 15 دينار ما تستاهل أخذ من الوقتي أعطي اليومي أو يومين مشان أعترض لأنه ممكن تعترض ويجي رقيب السير الثانية جلسة مشان يحلي في مين أو ثالث جلسة ممكن تكلفك ترى المخالف بدك تعترض عليها اللي قيمتها أكثر حقها تكلفك 200 دينار بنزين وعطل مرات نعم طبعا أنا بدي حل مو هل حل لاعم يجب أن يكون هناك حل سيدنار أنا بدي قانون نعم بس بدي حل بدي أطبق القانون ويكون المواطن يشعر بعدالة تقبيق القانون صح ورلا نعم مش هذا الأصل في القانون صحيح طيب يعني أنت تذكر التقينا هنا السنة الماضية وحكينا قبل ما ينفذ القانون بـ 12 تسعة لـ 2023 وأن يجب تأهيل وتدريب رجال السير والعاملين على أنفاذ القانون تدريبهم و يسيدي أنا مشكلتي في اليوم الغيابة مش رقيب سير يا أخوان ما يسيدكم هاي كاميرا وقاعدة بتصور يسيدي العدادات العدادات بكل العالم للبلديات يعني أنا ليش أحط رقيب سير عشان يراقب الوقوف عدادات عداد بوقف عداد نعم ما هذا بتخالف بظلي ناشي هاي بدها تعاون يعني موضوع العدادات من 20 سنة وإحنا وكثر من 20 سنة وإحنا نقول لازم تكون بعمان تنظيم الوقوف بالعدادات بالزرقة استخدمت في شارع السعادة نجحت نسبيا بنقدر نقول أنه كسرهم لا مش صارت مشاكل عليها بعدين صارت واحد بيعطيك ورقة وبيعطيك ورقة يا سيلي يعني بطلت فيها الإلكترون صارت يعني مدع أصلا علامة استفهام كبيرة هاي كفر صارت عشان نتفق أنا في البداية في البداية مشيت بعدين صارت إيش حلت مشكلة وبيعطيك ورقة وبتعرفش هذا موظف تابع بلدية لمشتابع بلدية لمشتابع بلدية لمشتابع بلدية لمشتابع بلدية سيلي يعني من هذا المقام من هذه القناة الكريمة أن نقترح أو نوصي بحل بصراحة أعطيني حل الآن لا بدين المواطن نحل مشكلة قانون حصول المحاكمة المدنية الآن سمح بتدقيق أو بنظر الأحكام أو القرارات تدقيقا لمبالغة تقل عن 10 أو 15 أو 20 ألف دينار فالمخالفة أولا يجب أن تلغى المادة التي منعت الاعتراض من قانون السير إطلاقا وأن يعدل هذا القانون تعترض على صحة المخالفة ولا تعترض عقلتها نعم ويجب أن تدقق الاعتراضات أيضا تدقيقا إلكترونيا يعني القاضي يخصص قاضي سيدي التدقيق الإلكتروني أنا بيصلي اعتراض عليه بقول له هاي السيارة والسيارتي بدققها إذا وبتخذ عليها قرار إلكترونيا ما في داعي أراجع الأمانة أو البلدية وأضيع وقته وأضيع وقت القضاء أيضا وممكن يكلف القاضي عدد من مأموري الضبط والموظفين بمراجعة المخالفة وإذا احتاج القاضي ببعض الحالات أنه يستدعي السائق أو صاحب المركب يستدعي الحل سهل سيدي الحل بإلغاء مادة اللي ملعف الاعتراض ما في مادة تمنع من أنه يعترر بالقانون لا يوجد سيدي هو ممنوع الاعتراض على السائق السرعة والرقارة بقول لك إذا اعترضت ويجي للشرط يبحلي في مين بتسير ميت حسا إذا دخلت بس بالقانون لا يوجد نص سيدي يا سيدي أنا اليوم أنا بقول لك سؤال أنا اليوم ارجعوا لي بالله على صفحة المخالفات يا إخوان هاي المخالفات ممنوعة أنا اعترض عليها أصلاً يا حليك إنه غير قابل الاعتراض مكتوب من أمانة عمان طيب سيدي ماشي أنا في الأمانة مش قادر اعترض أنا ماك المخالفة حق لي الاعتراض تطلع مباشرة المخالفة من الصحيحة صح نعم أنا من باركو كمان بدي أدعو ويا سيدي إنت بيجي بقول لك إنت لما تيجي تقوله بدي أعترض بقول لك مخالفتك 5 اللي رأي إذا اعترضت ويجي الشرطي حالة في مين لما شافك مسك التليفون صارت مين لا ما بتسير إذا هو هو لا يضار معترض من اعترضه والأصول ما يتنزد يعني لكن ما ترقيب السير بيجي سيدي يعني رقيب السير ممكن نكون مجاز أو بواجب ممكن تروح خمسة جلزات على الأمان مشان يجي رقيب السير يحلي في مين ضيع وقتك أنت بتكون حطيت لك بالحد لآن بخمسين دينار بنزين وإذا أنت موظف صاحب شريك أنا بدي اعترض بسيط أنا يا سيدي أنا بدي اعترض بسيط أريد اعترض بسيط إذا الصورة مش واضحة أو غير دقيقة إني أقدر أعترض على الصورة أقول هاي الصورة يا أخوان غلط الأصل إنها ما تطلع سيدي الأصل الصورة هاي اللي حطيتها تشطط ما تطلع أصلا لازم من لحظتها تدقق وتحذف مين نشؤون عن تقيق هاي الصورة في قسم مختص بإدارة السير وأمانة عمان موقعه كان في إدارة السير مسؤولين عن هذا الموضوع تدقيق الصور كل ياته بس أنت ما عند دكتور عدنان أنه زادت آخر شهرين ولا مش معها يا سيدي هي زادت أنا أنا بحكي لك أنه زادت أنت بتقول لي حملة مش حملة أنا أقول تحمل حملات مستمرة خلص حملة دائمة في تجديد يعني صار تجديد لا مو بصراحة يعني أنا لما يعني ما الاحترام لما بخالف خمس مخالفات بالسنة وبيجيني خمس مخالفات غيابية بالشهر معناته في تجديد في رقابة في واحد لاحقني مش معقول حطت الكبر أنا بفوكس زيارة يا سيدي مهم إذا ما خالفت في شكوى عامة يعني منذ شهرين أو أكثر أو شهرين ونصف من عيد الفطر وجاي في شكوى عامة أنه في زيارة على المخالفات صحب جوزينا مخالفين سيدي هو لو كل مخالفة تضبط كل سائق مننا بتفعله كل يوم 200-300 دينار بس الأصل المسامحة يا الأصل سيدي حتى الجراء أنت ابن القانون يا بكزور كل المسامحة ماشي ماشي مين يجرؤ أنه أنه سيدي الجريمة التي تضبط هسا كم شخص مخالفة القانون ما بضبط إحنا من عقب المضبط مشان هيك إحنا مخالفات السير خاصة الغيابية المخالفات الغيابية والتي لا تشكل خطورة طيب في مخالفات غيابية كثيرة سيري برضه على الوقوف والتوقف وما بتشكل خطورة بصراحة ما يكون قيمة 10 دنيا وفي مخالفات غيابية ما بتشكل خطورة أحيانا يعني أفرض أنه طلع واحد يعني يسهي أحدهم أظهر مخالفة لوحة السيارة بتخالف انت استخدم لوحة السيارة اللوحة إلكترونية طبعا هي مخالفة كيفي ما بتقرأها أنا سيدي كنت في موسم الحج وحجيت بالسيارة تقبل الله طاعتي وأحد ضباط السير يعني دردشت معه بموضوع مخالفة حول عدم ترخيص مركبة سعودية مغير لوحة الأرقام يعني مزين واحد إياك عكيفه قل لي الرقابة الألية عندنا ما بتقرأ إلا سيدي أنا بقول لوحة إلكترونية وأقصزهم någon لوحة إلكترونية اللي داخل السيارة לקسر ما ذهي داخل السيارة د milestone وقال يعني اليوم عشان ان نفهم الناس بس خلف قدامي أنا لوحة الشاشة للسيارة فيها هكذا شربي نعم سورها يعني أنا.. كنتيدي على الشاشة بتخالها اا أو لا لا بالقانون لا بالقانون لا في مخارفة اطلاقة بالقانون فقط فقط نص على الاكل والشرب على التدخين بالمركبات العمومي استخدام مش استخدامه سيدة حتى حمل الهاتف المحمول ماسكو ان شاء الله انت حمله حمل بس في واحد تليفونه مفصول وماسكو اتخالف مفصول بحكيب هيك القانون سيدة هيك المشرع اه المشرع كمان المشرع احنا قلينا مع المشرع مع رقيب السير مش معقول بدي يتحقق انك تتحكي ولا لا انت طيب طيب وشو بدي اكده لحامل تليفون بلكي لعبة تليفوني اخي يا سيدي انا انا من خلالكو يعني بدعو الى انشاء محاكم مرورية اسوة بكل الدول اللي احنا ديك عندك تحضير قديس زادت المخالفات اخر شهرين يا سيدي هذي من الاسرار ما ناس بعرفة انت برأيه قديس زادت ماذا اعرف والله انا سألت احد الزملاء في دارة السيارة على التلفون قبل ما اعطانيش قلي ولا ما مقدار اعطيه سيدي انا بدي اراها هناك انها بالألة بل بعشرات الألة انه اكمل الشك واحد هي سيدي كان على كل حق احنا فقط نطلب الحق نطلب الحق للمواطن بالاعتراض على مثل هذه المخالفات تحديدا نحن نؤيدا اللي واضحة تماما والمخالفات الغيبية لاجب ان توضح للناس قبل ان نبدأ باتخاذ اجراءها لانه اليوم كاميرات المتنقلة موجودة نعم لكن الكاميرات الموجودة للشوارع التابع لامانة عمان لم تفعل بعد واللي بيحكي غير هذا الكلام يواجهني صحيح نعم تفعل نعم نعم شكرا لكم كل الشكر ضيوف الكرام سنقوم بتابع هذا الموضوع لحين وصول الى حل يرضي جميع الاطراف